السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أهدي قلوبنا بعبادتك اللهم ازرع في قلوبنا حبك وطهر قلوبنا من التعلق بغيرك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين ووصلنا إلى منزلة الاعتصام والاعتصام اعتصامان قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم هذا والاعتصام بالله وهو والترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد والاعتصام بحبل الله وهو المحافظة على طاعته ملازما لأمره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووقفنا مع الدرجة الاولى التي هي الاعتصام بحبل الله وهو الاعتصام بالخبر الاعتصام بالخبر بالخبر يعني بالآية والحديث الاعتصام بالخبر استسلاما واذعانا وذلك بثلاثة اشياء باليقين في الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف ووقفنا مع هذه الجملة تأسيس المعاملة ان بين العبد وبين ربه معاملة هذه المعاملة تحتاج الى اساسات تؤسس عليها من هذه الاساسات اليقين وتكلمنا طويلا في صناعة اليقين والانصاف وما زلنا مع قضية الانصاف تكلمنا عن انصاف الله عز وجل ان ينصف العبد الله من نفسه ثم انتقلنا الى انصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا سبعة وعشرين نوعا من انواع انصاف الرسول ثم الليلة في انصاف العباد انصاف الناس وانصاف الناس من القضايا الخطيرة في السير الى الله قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس واجعلنا له نورا ايه يمشي به في الناس هو الانسان مدني كما يقال اجتماعي بطبعه لازم من التعامل مع الناس هذه مشكلة كبيرة جدا الانسان يعيش في هذه الدنيا لا بد ان يتعامل مع الخلق هو مخلوق وفي ناس كتير جدا عايشين في الدنيا هو في حاجة اليهم يعني لازم تتعامل مع الجزار والبقال والحلاق تتعامل مع الكناس والزبال والسباك بتتعامل مع الناس مع البشر زملائك في الحمل وزملائك في المدرسة وزملائك في جيرانك المصلين في المسجد وامام المسجد وخادم المسجد بشر انت بتتعامل مع البشر دول كلهم هؤلاء البشر ليسوا سواء كنت بقول ان عندي بحث طويل بس ما حبتش انا مش عايز اتوسع في هذه المسألة عايز استمر عايز انجز قضية المنازل منازل السائرين فربني يوفق ويتم على خير ويرزقني واياكم حسن القاتمة ويعجل بذلك الشاهد هنا ايه ان في انواع من الناس ما ينفعش تتعامل معه الرسول علمنا كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ابن اتمروا بالمعروفة تنهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤسرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام فالنوعية اللي زي كده شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤسرة واعجاب بالرأي ما تتعاملش معهم زي بقول كده بقية البحث كان فيه ازاي كيف نتعامل مع الناس حوالي 25 قاعدة كده في التعامل مع القلب لكن انا هركن كل ده جام وخلينا في الانصاف قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن شنآن يعني عداوة وبغض قوم على الا تعدلوا يبقى حتى لو بكره انسان بكره عدوي مش على ديني ومع ذلك لا ينبغي ان اظلمه لا يجوز ان اظلمه هو ده الانصاف انصاف الاسلام العظيم دن العظيم منظومة الاخلاق في الاسلام اعلى دستور لا يطال ولا ينال ولا حد حلم به من الفلاسفة الذين كتبوا عن المدينة الفاضلة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا هو دي قمة الانصاف في الدنيا ان الانسان يعدل على ابوهم على نفسه ان الانسان ما يحملوش هواه الا يعدل كونوا قوامين بالقصد القصد اشد العدل كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على ولو على انفسكم ولو على نفسك او الوالدين والاقربين هذا هو الانصاف قمة الانصاف الانصاف في انصاف العباد ان يقوم الانسان بانصاف الغير من نفسه او ممن يحب فيه انسان بتحبه واحد مش بتحبه مش اقول بتكره مش بتحبه اصلا هو مش اصاد الحب البغض مش شرط فيه واحد انا بحبه واحد مش بحبه ومش بكره قد يكون اصاد الحب برضو لازم يبقى فاهمين كده في التعامل مع الناس ده موضوع التعامل مع الناس ده موضوع ضخم جدا وواسع جدا في التعامل مع الناس ان مش معنى ان انا مش بحبه مش معنى ان انا مش بحبه يعني بكره لا مش مهتم بيه يبقى مش بحبه مش بقابله ولا بيخطر على بالي ولا مشغول بحاله يبقى مش بحبه الحب حاجة والبغض حاجة وبينهما حاجات في حاجات كده كتير في الوسط الشاهد هنا ايه بقى انسان بتحبه انسان مش بتحبه وجيت انت هتحكم في الوسط لنفسك هعمل ايه مع ده ولا هعمل ايه مع ده ما تظلمش يبقى في دقة اللي يسمها القسط كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله اه ان ينصف الانسان ان يقوم المسلم بانصاف الغير من نفسه ام ممن يحب حتى لو كان هذا الغير مخالفا له في الرأي او في الدين او في المذهب او غير ذلك مما يقتضي التحامل او يكون مظنة للجور يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان تؤدي حقوقهم ولا تطالبهم لقي الامام احمد رحمه الله بشر الحافي رحمه الله فقال له كيف السلامة من الناس كتير اوي الانسان يقول لنفسه السؤال ده كيف السلامة من الناس اعمل ايه بس عشان الناس دي بطل تأذيني والجواب خده كده وش في الوش لا سبيل للسلامة من الناس لابد ان تؤذى من الناس لازم 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 يعني تقول ايه يعني اصاحب واحد والاخر يتكلم عني كلام واحد اشارك واحد ويأكل فلوسي اشارك فلوسي من احد ويضيعها اشتري من حد ويغشني اعتمد على حد يجيب لي حاجة يروح يعمل شغل علي فلان احسنت اليه وهو برضو عمال يغتبني ويقزيني ويتكلم عني وفلان ده الاخير الحال ده هيا دي الدنيا هيا كده لابد من ازى الخلق لن يسلم احد من ازى الخلق واللي يعد مشغول بالهم ده اللي هو ان فلان ضربني وفلان ازاني وفلان اتكلم عني وفلان سألت علي وما سألش علي وفلان اديته وبعدين ما ادنيش وفلان احتكته موقفش معايا وامردته وما سأل اللي يقف مع الماضي دي مش هيمسي الى الله ولا عمره هيبقى الرجل الرباني الذي يصل الى الله عمره لابد من تجاوز هذه الحوادث الجزئية في حياتنا لكن كل ده على جنب وما تنشغلش بالناس فحسن الخلقي هو بذل الندى وكف الاذى ما اديش حد واحتمال الاذى عشان كده في الاصول الخامسة وعشرين في التعامل مع الخلق دي اللي انا كنت كتبها زمان منها لا تخسر احدا لا تعادي احدا لا تؤذي احدا ما تؤذيش حد ولا تنتقم من حد ولا ترد السيئة بالسيئة ولا تظلم حد ولا تنتظر احسان من حد مهم اوي دي اذا اردت ان لا تقع فلا تسن الظهرك على احد توكل على الله وحده فالله هو الذي وحده وحده هو الذي لا يتخلى عن عبده قال كيف السلامة من الناس قال ان تعطيهم حقوقهم ولا تسألهم حقك وان تكرمهم ولا تنتظر ان يكرموك كلام في هذا معناه معلش مش بالنص كلام بشر كده يعني فقال الامام احمد انها لشديدة قال وليتك تسلم بعد ما تعمل ده كله ايه مش تسلم زي ما قلنا كيف السلامة من الخلق لا سبيل لا سبيل للسلامة من الخلق لابد من اذى الخلق قال الله عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يرزقهم ويعافيهم هم يدعون له الولد سبحان الله العظيم فالشاهد هنا ايه انك انت الانصاف ما تنتظرش ان حد يحسن اليك ما تنتظرش ان حد يكرمك ويديك ما تنتظرش ان حد يحفظ جميلك ويعترب بفضلك ما تنتظرش ان حد يعملك بالانصاف انت في نفسك خليك منصف ودي ليك عند الله مش عند الناس ان تؤدي حقوقهم ولا تطالبهم بما لك عندهم وان لا تحملهم فوق وسعهم وان تعاملهم بما تحب ان يعاملوك به وان تعفيهم مما تحب ان يعفوك عنه وان تعفيهم مما تحب ان يعفوك منه وان تحكم لهم او عليهم بما تحكم به لنفسك او عليها عندنا ورقة كده في صفة العبد ان الكون مفيش غير رب وعبد كتير من الناس في الدنيا دي عايش كأنه هو رب بيعامل الناس كأنه رب عايز يأمر وينهى وعايز الناس تطيعوا مطلقا وزا ما قال كده إن عايز الناس ما تقزهش قال الله عز وجل في صفة اهل الجنة من اول صفات اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل من اول الصفات من اول الصفات من الاول خالص كده ان ربنا طهر صدورهم من الغل ده قالوا ايه ده فيه دليل على ان صدور البشر في الدنيا لا تخلو من غل اما كنت اقول لابوي الله يرحمه ده ده حبيبي ده صحبي يقول انت العشم قتلك العشم قتلك انك انت تحلم ان حد يصفالك انشد مخارق الشاعر عند الخليفة المأمون من لي بظل صاحب يروق ويصف وان كدرت عليه قال يا مخارق خذ الخلافة واعطني هذا الصاحب قال ايه قال واخوان صنعتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن ودادي اين هؤلاء اين الرجل الذي يصف لك من هذا العالم رجل واحد قد لا تجد لما تعرف ان انت عبد وان هذا تقدير العزيز العليم ان ربنا خلق الناس كده فمن صفة العبد اه اه حقات كتير بس من صفاته اه خاضع متواضع سليم القلب سليس الانقياد للحق سريع القلب الى ذكر الله بريء من الدعاوة لا يدعي لنفسه قريب من الناس أبعد شيء عنهم يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به الامام الشفعي لما اوصت الميذه يونس ابن عبد الاعلى قال له يا يونس الانبصاط الى الناس مكسبة للعداوة والانقباض عنهم مكسبة لسوء الظن فكن بين المنقبض والمنبسط لما تنبسط للناس تبقى فوسطهم وتتحج وتغذر وتصاحب وصحابك كتير مكسبة للعداوة هيبقى لك اعداء والانقباض عنهم مليش دعوة بحده وخليني فحالي يقولوا عليك متكبر ومغرور وبتترفع عن الناس فخليك انت في الوسط لا منبسط للناس ولا منقبض عنهم منفرد في طريق طلبه لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود من جالسه قرت عينه به ومن رآه ذكرته رؤيته بالله قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل اذاهم وكف اذاه عنهم بدل لهم نصيحته وسبل لهم نفس عرضه ونفسه لا لمعاوضه ولا لزله ولا لعجز قال ايه؟ حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل اذاهم وكف اذاه عنهم وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه يعني خلي فايما And kind up ولي فتن يفتن ولي يغتاب يغتاب ولي ينم ينم واللي يكره يكره واللي يحب يحب واللي يعيب يعيب واللي يشنع يشنع وانا مسامح هو ده العبد وانا مسامح ولا الكلام ده يحرك اصغر شعرايا في صباريق للصغير اوه ولا ابالي وسبل لهم عرضه ونفسه لا لمحاوضة مش عشان يسكتوا ولا لذلة يعني مش قادر ولا لعجز لا ده نقدر اللي يستمني اجتم لكن لا لذلة ولا لمعاوضة ولا لعجز ابدا ولكن لله لله سبحانه وتعالى وانا كده شيخنا بقى في منازل السائرين الامام الهاروي من درر كلامه في منزلت الفتوة قلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا الايه ان وان تكرم من يؤذيك سماحة لا كظما ومودة لا مصابر ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك سماحة لا كظما ومودة لا مصابر نرجع تاني الصفة العمد لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال لا يتوقع لما يبزله للناس عوضا منهم ولا مدحا لا يعاتب هي دي بقى لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على احد حقا ولا يرى له على احد فضلا هو للعبد أقول الصفحة دي تاني تاني تدفع كم الصلع عن النبي احنا ما بنقبلش الله الصلع عن النبي صلى الله عليه والي صحبه عشان كده لو ما صلاش عن النبي لا يحل له انه يسمع ادفع صلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل أزاهم وكف أزاه عنهم وبدل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لعجز لا يدخل في ما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه وصفه الصدق وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال لا يتوقع لما يبدله للناس عوضا منهم ولا مدحا هو مش منتظر زي مادة ياخد مش أنا ده ولا منتظر من حد يقول له انت كريم أوي صراحة ولا منتظر من حد يقول له شكرا قل لي شكرا لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا دي اللي قالها الشيخ الهروي في منزلت الفتوة قلتلكم هذه الجملة مما يعض عليه بالخناصر قال قلب الفتوة عارفين الفتوة يفتوة كده واحد فتوة الفتوة ده مين قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنا أحسن من مين أنا مش أحسن من حد لا ترى لك فضلا لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا ما تعتبرش أن لك حق على حد عارف لما تمرض وترقد مش شايف من حقك أن فلان يزورك فلو ما جزارك ما تزعلش ليه مش من حقي هو اللي بيزعل بيعتبر ده إيه أم الحقي أن يسأل علي لو ما سألش يزعل لا هو لا يرى لنفسه حقا أنا ما ليش حق على حد اللي هي دي لا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا هي هو ده الإنصاف وبعيدا عن هذا الكلام بها عايز أدخل في حتة في منتعى الحلاوة والجمال والإنصاف ليه شيخ بحبه قوي الإمام الزهبي الإمام الزهبي إنسان طيب جدا تحس كده وهو أنت لما تقرى الحد وتدمن الإراية لي يعني في شغلي مع ابن القيم ومع شيخ الإسلام بن تايمية ومع ابن رجب وابن الجوزي والذهبي الناس الطيبين دول الأكابر دول العظماء دول شغلي معهم على طول بقيت أحب هذا الشخص وبقيت أشم ريحته لما أحيانا تيجي رسالة على الواتس إن مثلا الإمام الشافي كده أقول لي يمكن الإمام الشافي ما يقولش الكلام ده الكلام ده كتير جدا بقى رسالة بقولك خلي بالك اللي من دول كتير جدا هي بقى فيها تلك كلمات في الأول الشافي بس بقيت الكلام هو اللي كاتب هو اللي رصه إلى آخر الشاهد إيه الإمام الزاهبي ده له كتاب عظيم اللي هو سير أعلام النبلاء 25 مجلد فيه ترجمة الأكابر والعلماء النبلاء في الكتاب ده درر وتحف وكلام أغلى عندي والله والله أغلى عندي من أي زهب عشان كده كلمة بقى زهبيات الزهبي إن الزهبي في ذكر سير هؤلاء الناس له تعليقات لطيفة جدا لم يسبق إليها قط وعن علم موفق من الله كتير أوي أقف وأقول سبحان الذي ألهمه هذا الجملة اللي بكررها كتير في الإخلاص في ترجمة الإمام هشام الدستوائي هشام الدستوائي من صغار التبعين روى له أصحاب الكتب الستة من المحدثين الأكابر السقاط العدول هشام الدستوائي بيقول والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى فقال الإمام الزهبي والله ولا أنا وكتير وإفتن مع الجملة دي وقلت لما يبقى هشام والزهبي مش مخلصين يبقى أنا بقى إن شاء الله اللي مخلص يبقى إحنا كده اللي مخلصين يعني حاجة من اتنين يا إما الإخلاص دي حاجة إحنا مش عارفينها هم عارفينها يا إما كلامهم ده بقى منتهى التواضع اللي هو زي ما قال العلماء من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص إن الواحد حتى لو مخلص ما يشوفش نفسه مخلص لو شف نفسه مخلص يبقى دخلل في إخلاصه إن الكريم نفس الشيء الحليم نفس الشيء الصابر نفس الشيء اللي يشوف نفسه مصيبة كبيرة السيد قال بعدها ايه الامام الزهبي ده بقى ذهبيات من زرة من ذهبيات الزهبي في السير بيقول ايه لما روى قول احد السلف قال ايه قال ما صدق الله عبد طلب الشهرة العبد اللي يطلب الشهرة ما يبقى صادق مع ربنا ابدا فعلق الامام الزهبي هنا وقال ايه قال وعلامة المخلص الذي يحب الشهرة وهو لا يشعر وعلامة المخلص الذي يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل اساء الظن بنفسه وقال اللهم اغفر لي ما اعلم وما لا اعلم وما انت به اعلم الجملة اللي اسرتني كلمة علامة المخلص الذي يحب الشهرة وهو لا يشعر دا 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 كلام دقيقة لا يعلمه الا الاكابر العظماء انه يبقى واحد مخلص وبيحب الشهرة بس هو مش مش واخد باله مش متفطن لهذا المرض الدفين برضو من كلامه في قضية الاخلاص في طبقات الحفاظ برضو الامام الزهبي طبقات الحفاظ بيقول ايه لما دخل ربيعة الكوفة انجفل الناس اليه وتركوا مجلس ابي الزناد فقال ابي الزناد درهم حظ خير من باع من علم ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة سلسلة الزهد ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عنده علم وعنده اسناد عالي تلاتة بينه وبين النبي الناس سابوه رحوا الربيعة الرأي اللي كان بيفترض مسائل ويجاوب عليها فقال حصوص يا عم كل واحد بقى ايه بياخد حظه فيه ناس لهم حظ وناس ما لهمش حظ قال درهم حظ خير من باع من علم فقال الزهبي كلا والله فان درهم علم خير من الدنيا وما فيها والشهرة وذال على العالم والسلامة في الخمول ونسأل الله المسامح بقولك درر كلام يعني كلام غالي وعالي وراقي وعميق ودقيق اقولك ايه ينم عن علم وخبرة تحس في الرجل برضو خبرة الحياة انه حدثوا طلب الحديث وتفقه وطلب الفقه وعاشر الناس وصاحب الناس كان من اصحاب شيخ الاسلام بتايمين الشاهد ايه ان في الانصاف بقى امام واستاذ ورئيس قسم في الانصاف لانه بيترجم للناس فقاعد يقول ده وده فعشان كده عايز ان ارضى بقى او ده الامر الجميل في الموضوع اللي انا عايز اسوق اليكم عايز اسوق اليكم شوية اقوال في الانصاف من كلام الامام الزهبي شوية صننين كده من كلامه في الانصاف الانصاف اللي هو ايه ان هو ينصف واحد الناس اتكلمت فيه لان الكلام ده انا اسوقه لكل طلبة العلم اسوقه للربانيين المحترمين ازاي تبقى انسان محترم مع الناس ازاي تقدر تحترم الناس ازاي ترقى باخلاقك في الكلام عن الناس فالامام الذهبي بقى ماشي نقول الحتة لي برضو لو انها بعيدة عنه شوية لكن لقي الامام الشافعي رحمه الله محمد ابن الحسن الشيباني اعرفين انتم محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب الامام ابي حنيفة هو ابو يعقوب الاثنين اللي هم نقحوا مذهب ابي حنيفة وكتبوه وزودوا فيه وشالوا منه وبقى للامام ابي حنيفة مذهب بهذين الرجلين محمد ابن حسن الشيباني وابو يوسف المهم ان محمد ابن حسن الشيباني قابل الامام الشافعي يقول قال لي محمد الامام الشافعي يقول قال لي محمد ايهما اعلم صاحبنا ام صاحبكما يعني ابو حنيفة ومالك ايهما اعلم الامام مالك ولا الامام ابو حنيفة فقلت من اللي بيقول الشافعي وقلت على الإنصاف قال نعم قلت أنشدك بالله من أعلم بالقرآن قال صاحبكم قلت من أعلم بالسنة قال صاحبكم قلت فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين قال صاحبكم قلت فلم يبقى إلا القياس يعني لما يبقى الإمام مالك أعلم بالكتاب وبالسنة وبأقوال الصحابة فضل إيه لما بحنيفة القياس قلت فلم يبقى إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء اكتبوا السنة وأقوال الصحابة والتبعين فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس قلت هنا بقى مين الزهب لما الزهب شف الجمال بقى هنا قلت وعلى الإنصاف لو قال قائل بل هما سواء في علم الكتاب والأول أعلم بالقياس والثاني أعلم بالسنة وعنده علم جم من أقوال كثير من الصحابة كما أن الأول أعلم بأقاويل علي وابن مسعود وطائفة مما كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن الإمامين فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف شوفت بقى الإمام الزهبي قال لك رحم الله الإمامين لتنين زي بعض بس إحنا في زمن الناس ما تقدرش تقول الإنصاف أيضا في مواقف حارجة جدا أنصف فيها الإمام الزهبي بطريقة عجيبة جدا جدا سبحان الله نعظيم مثلا مثلا المثال الفج ربع العدوية ربع العدوية ها كانت من أهل الإلحاد والحلول والاتحاد ولا كانت من الصالحات القانتات الإمام الزهبي في ترجمتها قال الزاهدة العابدة الخاشعة ثم قال أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها يبقى خلي بالك بقى عشان إيه هتجيلك على الواطس مئة رسالة إن رابعة عملت وفيلم رابعة العدوية مناش دعوا بالأفلام دول بيجيبوا قصصهم من ألف ليلة وليلة ده احنا لنا الأسانيد الإسناد اللي واصل لها قالت ولا ما قالتش قال إيه حاجة عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها وقد تمثلته بهذا البيت وقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت قد جعلتك في الفؤاد ونسبها بعضهم إلى الإباحة بتمامه وأبحت جسمي فقلت مين اللي قال الزهبي بقى هنا فقلت هذا غلو وجه ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج بها على كفره كاحتجاجهم بخبر كنت سمعه الذي يسمع به إيه دي القضية إن كل واحد عنده حاجة عايز يقولها يقول لك قالت رابع واحد عايز حاجة يقولها قال فلان وقال علان عشان كده كثير ممن يتكلم عنهم الصوفية بأقوال شنيعة هم الأقوال دي ليست لهم لا تنسوا لهم عشان كده أي قول يجي لك لازم الأول تتأكد من الإسناد إليه ونسمته إليه برضو من الإنصاف الإمام الزهبي أول حتة ديوني يختم بها للفضيل بن عياط قال عن الفضيل بن عياط الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياط وفي ترجمة ابنه علي قال وهو حجة كبير القدر ولا عبرة بما نقله أحمد ابن أبي خيسمة قال سمعت قطبة بن العلاء يقول تركت حديث الفضيل بن عياط لأنه روى أحاديث أزرى بها على عثمان بن عفان خلي بالك بقى من الأسماء دي قطبة بن العلاء بيكلم عن الفضيل بن عياط بيقول أن الفضيل روى أحاديث أزرى بها على عثمان بن عفان قلته مين اللي قال الزهر فلا نسمع قول قطبة وليته انشغل بحاله فقد قال فيه البخاري فيه نظر قطبة نفسه البخاري قال فيه نظر فخليك في نفسك اللي يبقى بيته من إزاز ما يرميش الناس والطوب خليك في حالك ليته انشغل بحاله وقال النسائي وغيره ضعيف لا يؤخذ عنه وأيضا فالرجل صاحب سنة واتباع شوف رغم أن العلماء كلموا فيه هو إلا أنه كان صاحب سنة واتباع فيه فرق بين حاله كرجل وحاله كحافظ راوية في رواية الأحاديث ده حكمه ده حكم تاني هو صاحب سنة واتباع لكن ضعيف فيه نظر قال أحمد بن أبي خسمة حدثنا عبدالصمد بن يزيد الصائخ شوف بقى بالإسنات ذكر الصحابة عند الفضيل وأنا أسمع فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ده مين اللي بيقول الفضيل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا يبقى ليه يقولك أزرع على عثمان فين الرجل بيتردى عنه وسواهم الأربعة وده مذهبنا وده السنة قلت إذا كان هو ده الإنصباء شوف الجملة دي اللي تفرد بها الإمام الذهبي قال إذا كان مثل الكبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج ومثل الفضيل يتكلم فيه فمن الذي يسلم من ألسنة الناس قال يعني الخوارج والروافض اتكلموا عن الكبار الأوائل السابقين الأوائل والفضيل بيتكلموا فيه فمين بقى اللي سلم ما فضل لنشحد لكن إذا سبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع ثاني إذا سبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع وأما قول ابن مهدي لم يكن بالحافظ فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور كشعبة ومالك وسفيان وحمد وابن المبارك ونظرائهم لكنه سبت قيم فيما نقل ما أخذ عليه في حديث فيما علمت وهل شوف دي أهم جملة في الموضوع كله وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمه الله يبقى القضية أن الفضيل ابن عياد ما كانش من يعني يقال عن شعبة إيه جبل في الحفظ مثل العلماء الكبار في الحفظ المتبحرين حاجة والفضيل حاجة لأن الفضيل كان عابد كان من العباد الزهاد الورعين أهل الورع والتقوى فكان روايته للحديث على أده بس ما رواش حديث يطعن عليه فيه قال الإمام الزهبي فيما أعلم لذلك كلام الزهبي بقى معلش أن نكمل المرة الجاية إن شاء الله كلام الزهبي بقى كلام في الإنصاف ده اللي أنا بدور عليه في زماننا شبابنا اللي قاعدين يتتبعوا والشيخ فلان ألعى الشيخ فلان والفريق فلان اتكلم على الشيخ فلان وفلان عمل وفلان سوى فلان هي هتيجي معانا بس أنا برضو دي من الحاجات اللي أسرتني في بداية حياتي وكيع وكيع بن الجراح رحمه الله وكيع بن الجراح كان إمام عظيم من أئمة المسلمين حتى أنه كان ينادى في عهد هرون الرشيد ينادى في موسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع وكيع بن الجراح إمام عظيم الإمام الزهبي في السير برضو لا مش فاكر في السير أو في غيرها قال روى عنه أنه كان يختم القرآن كل يوم مرتين فقال إيه الإمام الزهبي بعدما ذكر الأسر وذكر عن وكيع أنه كان يختم القرآن كل يوم مرتين فقال هذه عبادة يخضع لها رحم الله وكيع وأين مثل وكيع فهذه عبادة يخضع لها ولكن هذا الإمام الأسري يعلم أنها عبادة مفضولة كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث مجريس أطوله بادعة رسول نهى أن يختم في أقل من ثلاث اللي يعمل كده إما آسم وإما مبتدع وإما ضال وإما ده في الأول قبل ما يتكلم قال إيه رحم الله وكيع ومن مثل وكيع وهذه عبادة يخضع لها يخضع لها ولكن مفضولة كيف وهذا الإمام الأسري يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث عالم أثري عارف أنه النبي نهى مش يقول إيه ألم يعلم هذا فين طلبة العلم النهاردة وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا لما يتكلموا على حد فين الأخلاقيات دي بنسميها أخلاقيات المهنة مهنة الدعوة ومهنة طلب العلم تقول لي مهنة مهنة إيه عم الشيء أيوة أنا أقول كده إن إحنا في زمن نحتاج إلى المحترفين الذين اتخذوا العلم مهنة بقيت مهنة اللي بيتقنها ويحترف فيها إحنا في زمن عشان تواجه هذه الفتن وهذه الشبهات وهذه الهجمات الشنيعة على الإسلام والمسلمين تحتاج تبقى تحترف هذه المهنة وتتقنها وتركز فيها هؤلاء أصحاب المهنة بيتكلموا إزاي عن العلماء الأقدمين والأبعدين الأريبين والبعاد الأدام والجداد بتتكلم إزاي عن الناس الإنصاف أستكمل معكم مع ذهبيات الذهبي في الإنصاف إن شاء الله وقدر في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة